الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين في لقائنا الثالث عشر في الجزء الأول منه في إضاءات من أنوار وهدايات صورة المائدة نقف على قول الله عز وجل في الآية السابعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بثاة الصدور يقول ربنا واذكروا نعمة الله عليكم الذكر هو استحضار الشيء أي أنه في ذاكرة الإنسان وعندما نتذكره أي نستحضره مرة أخرى إما بالقول باللسان ونشكره الحمد لله والشكر لله وإما بالقلب بالرضى عن نعم الله سبحانه وتعالى وفضله والشعور بأن الله هو المنعم وإما بالجوارح أن نستخدمها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى واذكروا نعمة نعمة واحدة مع أن الله له من النعم الكثير كل النعم التي نحن فيها هي من عند الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بل ربنا يقول سبحانه وتعالى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ نَعْمَةَ وَحِدَةً لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أي أنه يجحد نعم الله عليه في سورة إبراهيم أما في سورة النحل سورة النعم يقول وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحصوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ إِذَا تَذَكَّرَ الْعَبْدُّ نِعَمَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى بعد الجحود فالله عز وجل يغفر له سبحانه نعمة واحدة هي فيها من الخير الكثير نعمة الإيجاد خلقنا من العدم نعمة الإمداد أمدنا بالأنبياء والمرسلين والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكر هذه النعمة من أجل أن نعرف فضله علينا فعندما تذكر المنعم يسهل عليك الإنقياد لطاعته سبحانه وتعالى لأن الإنسان بمقتضى فطرته وطبيعته لا بد أن ينقاد لمن أحسن إليه يقول ربنا واذكروا نعمة الله عليكم تذكروها واستحضروها دائما وكل نعمة أنتم فيها لا بد أن تعلموا يقينا أن ذلك من عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به الميثاق الذي واثقكم به واثق تقتضي أمره الإنسان ترى في الاحتياج والفقر والعوز والأغذ والرب صاحب الفضل والعطاء والغنى إنه هو الربوبية ونحن العبودية لله سبحانه وتعالى وهو الحق القائل وهو وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أتفاعل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى أن نطيعه وأن يعطينا سبحانه وتعالى والميثاق الأول الذي أخذه ربنا علينا هو ميثاق الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذا ميثاق الفطرة قبل أن توجد النفس وشهواتها وبعد ذلك هناك ميثاق العقل الذي نظر به الإنسان إلى الوجود واستطاع أن يخرج من تلك الرؤية بأن الوجود محكم ومنظم وواسع ولا بد لهذا الوجود من واجد وهو الله رب العالمين وبعد ذلك ميثاق الإيمان الذي أخذه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما عرض منهج الإسلام على المؤمنين من آمن به أي أخذ منهم عهدا أن ينفذوا ما يريده الله عز وجل ألم يأخذ الرسول عليهم عهدا في العقبة حين قالوا له خذ لنفسك ولربك ما أحببت فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتل القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساؤكم وأبناءكم فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما منمنع منه ذرارين فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة أي استلاح ورثناها كابرا عن كابر حدث أيضا في بيع أخرى بيعة الرضوان تحت الشجرة إذن فمعنى واثقكم إما أن يكون العهد الإيماني في عالم الضر وإما أن يكون العهد الإيماني الذي جاء بواسطة الرسل وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا الميثاق هو السمع والطاعة لله رب العالمين ومعناه الالتزام بأوامر ربنا وبكل شريعته بدون تفريط بين أن يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهواه بل كل أوامر الله سبحانه وتعالى لابد أن نرتضيها بقلوبنا وأن نحققها في جوارحنا وأن نقتنع بها بعقولنا سمعنا فيما يقال وأطعنا فيما يأمر وينهي فيتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر وجتناب النه قال واتقوا الله خذوا وقاية منه جل وعلا وذلك بفعل أوامره وتركنا وهي على علم وبصيرة ثم قال ربنا إن الله عليم بذات الصدور الجملة هذه تعليل تتضمن التهديد يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح القلب وليست على مجرد قول باللسان بل لا بد أن تكون تقوى الإنسان في قلبه وجوارحه ولهذا قال ربنا إن الله عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب وكلمة ذات كلمة ذات تطلق في اللغة على عدة معاني في بعض الأحيان قد تطلق على اسم الموصول اسم الموصول كلغة طيء يقول مالك في ألفيته رحمة الله عليه وكالتي أيضا لديهم ذات يعني عندما نقول جاءت المرأة التي أطاعت الله في لغة طيء يقول جاءت المرأة ذات أطاعت الله أي التي عندهم ذات بمعنى التي وتطلق أيضا على الجهة فاتقوا الله وأصلحوا ذاتا بينكم أي الجهة والصلة التي بينكم وتطلق بمعنى صاحبة كما في هذه الآية بذات الصدور أي بصاحبة الصدور ولا تطلق على النفس إلا في الاصطلاح عند المتكلمين يطلقون الذات على النفس أي على ما يقابل الصفة ما يقابل الصفة والله سبحانه وتعالى عندما يتحدث في القرآن يقول وحذركم الله نفسه إذا أردنا أن نتكلم عن ذاته سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول حاكيا على لسان عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي يعني تعلم ما عندك يعني ما عندك وما عندي فيجب التنبيه لهذا أن تتعلمه سبحانه وتعالى سبحانه لله سبحانه وتعالى وإن الله عليم بذات الصدور إذن فمذار العمل بذات الصدور وذات الصدور هي القلوب فالقلب مضغط إذا صلح صلح كل الأعمال وإذا فسدت فسد كل الأعمال فنسأل الله لنا ولكم صلاح القلوب وطهارتها اللهم أمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا